اشتركوا في القناة تعرفون رحمكم الله كيف أننا لازلنا في مواجهة مع هذا الوباء نحاول أن نتغلب عليه وأسلحتنا ضده من نوعين النوع الأول يرتبط باتخاذ الأسباب وهذه الأسباب تتمثل أولاً في التتابير الاحترازية التي لا بد من الالتزام بها باستمرار ثانياً باستعمال الأدوية الموصوفة في مثل هذه الحالة من طرف الاختصاصيين ثالثاً بالتلقيح ضده وهو أيضاً من الأسباب والنوع الثاني هو الالتجاو إلى الله تعالى بالدعاء أن يرفع البلاء وأن يكشف الكرب وأن يحفظ البلاد والعباد ويجب أن نبقى مستمرين في التعبئة ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه في الأيام الأخيرة حدث تحسن لا بأس به في قلة عدد المصابين وفي قلة عدد الوفيات ولكن الحرب لم تنتهي بعد ولذلك لا بد من التعبئة ولا بد من اتخاذ الاحتياطات باستمرار لماذا عنوانت هذه الكلمة بضرورة تجديد الوعي والفهم؟ أننا إن شاء الله سندخل بعد أيام قليلة في مرحلة التلقيح وهي مرحلة حاسمة ومهمة يجب أن يصاحبها وعي جديد وفهم جديد أذكر الإخوة والأخوات أنه عندما يختار مسؤول لمهمة معينة فهو أصلاً يختار على ما يتميز به من من الأمانة ومن الخبرة ومن الكفاءة ويقسم بالله الذي لا إله إلا هو بأنه سيقوم بمهمته وسيؤديها أحسن أدا يكلف وتسلم له المهمة ويتكل على الله تعالى في تنفيذها وفي إنجازها الذي يحدث هنا أن كثيراً من المواطنين لا يكتفون بهذا بل إنهم يحرسون على أن يكونوا هم المكلفون مكان ذلك المكلف الذي هو كما قلنا أمين خبير كفء ثقة إلى آخره يجب علينا أن نحترم التخصص ومشكلتنا في هذا الوباء أن الكل يتحدث والكل يحلل والكل يبرز وجهة نظره دون أن يكون من أهل الذكر دون أن يكون من أهل العلم في ذلك الشأن وهدف الحقيقة موقف خطير يجب أن نحرص أعلى تجنبه نحن معشر السادة والسيدات مطالبون بالانخراط في مسيرة الوطن والعمل الذي سنبدأه إن شاء الله هو جد وليس بالهزل ويضو الله مع الجماعة ولا يمكن أن تجتمع الأمة كلها على ضلالة في إطار هذه الفوضى التي أتحدث عنها من التحليلات والنقاشات والمعلومات يصادف الإنسان مواقف ومعلومات مضحكة مبكية في نفس الوقت لدرجة أن أحد الحكماء قال كما ينقصنا لقاح ضد الفيروس ينقصنا كذلك لقاح ضد الإشاعات والأخبار الكاذبة وهو محق في هذا من ضمن ما يروجون هنا أنه عند التلقيح سيزرعون في جسمك شريحة تنقل إليهم كل معلوماتك وهذا من أغرب ما سمعت من ضمن الإشاعات كذلك أن هدف هذا التلقيح أصلا ليس أن يتداوى الناس ولكن أن يموتوا مغوين قصوب ندم وسبحان الله بالنسبة لبلدنا الطيبة المغرب سيبدأ بالأطباء وبالأساتذة وبالمسؤولين إلى تقتلوا هذا لأنه سيبقى لنا وهما الزبدة ديال الوطن وهنا كمان يطرح السؤال هل اللقاح فعال أهل الإختصاص قالوا نعم وسمعت أحدهم قال كلمة غريبة الحمد لله وزارة الصحة قالت بأن اللقاح غير ملزم بمعنى أنه منويش إشارك في هذا الورش الطيب المبارك لغاية تفتحوا بلادنا كما فتحتوا كل بلاد العالم كيف يفكر هذا السيد يفكر أن يؤذي نفسه أن يؤذي الناس الآخرين ويجب أن نتذكر كذلك نحن كبار السن تلقينا تلقيحات كثيرة جدا ولا سيما عندما كنا صغارا والحمد لله كانت وقاية وكانت شفاءا ولم تكن فيها أي مشكل فلما هدى هذه المرة بالذات هذه الدجة التي تجاوزت كل وصف معشر الإخوة والأخوات يجب أن نجدد الوعي يجب أن نجدد الفهم يجب أن نكون في مستوى المسؤولية وأن نبتعد عن الإشاعات وأن نبتعد عن النكت وأن نتجند لإنجاح هذه المحطة حتى ترجع التقة للمواطنين وترجع لهم العافية ويعود الخير للبلد وينقذ الاقتصاد ويفرح الناس بمداوات البلاد والعباد وإلى ذلك الوقت نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن ينصرنا وأن ينصر ملكنا وأن يجزيه خيرا على كل قراراته ولا سيما القرار الأخير الذي أصدره وجزى الله كل المضحين وكل المتحركين وكل المجندين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ولي وسلم سليم سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين موسيقى